تنظرنا الخطة سيدة الوزيرة تتكلم على على ستة وعشرين مليون سائح في الفين وثلاثين فوق الفين وثلاثين أنا بويت نسول على شمن سائح كنت تكلموا واش كنت تكلموا على السائح ليتي يجي المغرب بستمائة أورو وبخمسمائة أورو وتين زل فلوطيل واكل شارب راكب وتي سدو عليه فلوطيل هذاك شي دي اللولوان كليزيف ما تي خرج ما تيزور المدينة ما تيمشي للريستورات ما تيمشي التبلاثة أولاً هدروا على شي سائح أخر لخصنا في الحقيقة لغادي يزيد القيمة المضافة لهذه البلاد وغادي يزيد القيمة ديال المنتج السياحي لبلادي ديال بلدنا للحقيقة واحد المجموعة ديال إمكانات ما كتستغل عندنا السياحة الجبلية عندنا سياحة عندنا البحار عندنا الشواطئ عندنا الرمال عندنا الصحاري ولكن للأسف كل شيء ما ما كيتستغلش وفي نفس الوقت كي يجي السائح المغربي أو للسائح المغاربة العالم بهذاك المبلغ التي يأخذ هذاك بستمائة أورو ولا خمسمائة في ظرف أسبوعين أسبوع هذاك المغربية يخلصوا في الليلة ولا جوجة الليلة وتكلمتوا على ستين في المئة في أقادير ومراكش أنا تنقل لكم بأن أقادير ومراكش كتعاني خصوصاً في الفصل ديال الصيف خصوصاً أقادير رأي من ناس كي يجو مع الأسار ديال هم كيلقوا في نناسه راكي نحسوا في الباركينجات وماكي القوم يأكل وماكي القوم يشربوا علاش علاش هاتشي مستمرين في هذا الوضع إلى مدى قد نستمر فيه والعلم أنه هو تم تكلموا على السياحات الدقيلا ولمش تسول تذاب النس ديال لطيلة يقول لك حنا راكي نسل لكم شوية في الصيف علاش لأنه يسل لكم لأنه يطلع الفنادق الالفين وخمسمائة وثلاثة ألف درهم في المغرب واش محنش الوقت اليوم أننا نعود النظر في السياسة ديال الاهتمام بالإيواء ونهتموا بالتقافة السياحية بالجواني بالمتعلقة أولاً بمأسسة هذا العمل ديال السياحة فينا هو المرصد ديال السياحة فينا هي الوكالة ديال التنمية السياحية في كل هذه أمور خصوصت تعود فيها النظر